بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله معكم قناة يامي انجلش لتعليم مناهج اللغة الانجليزية هنا عندي بعض الكلمات ما الأشياء الجيدة التي حصلت لك السنة الماضية ما الأشياء السيئة أو الغير جيدة التي حصلت لك السنة الماضية يعني أفعال غير منتظمة كيف يعني أفعال غير منتظمة؟ هي أفعال مثلاً عندي ووك يمشي ووكت أحض إيدي أحض إيدي علشان تصير ماضي مشا لكن هنا عندنا أفعال غير منتظمة irregular verbs مثلاً رح ناخذ هنا بالأمثلاء أول شيء عندي good things أشياء جيدة bad things أشياء سيئة I won a table tennis game by 21 to 3 فزت بتنس الطاولة 21 نقطة مقابل نقطة I got first place in a race I got first place in race يعني صار الأول في السباق got أخذ أو حصل I was team captain كنتو فريق كنتو كابتن الفريق I was team captain I made a rocket I made a rocket صنات made I saw a rainbow I saw a rainbow رأيت سو رأيت سي يرى سو رأى we lost a football game by 8 to 0 الأشياء السيئة طبعاً خسروا في الفوتبول 8-0 هم خذوا صفر طبعاً I caught a cold I caught a cold هذه أفعال ماضية أساسها مو caught ولا lost ولا had ولا broke ولا wear رح أوريكم ياها بعد شوي my dad had an operation my dad had an operation I broke my leg I broke my leg كسرت ساقي we were stuck in an elevator we were stuck in an elevator علقنا في المصعد we were كنا علقين في المصعد إذن خلونا نقول good things الأشياء الجيدة I won won أصلها on on يفوز صارت فوزت I got I got أصلها I get get حصلت يحصل I was I am I am إذا كانت في الوقت الحاضر رح نقول I am إذا في الماضي رح نقول I was ارجعوا لدرس الماضي البسيط عشان تفهمون اللي أتكلم عنه وأيضا درس الأفعال الغير منتظمة I made أصلها I make I saw أصلها I see رأيت we lost we lose I caught I catch a cold يعني زي اللي نقول أصابه برد my dad had لديه an operation عملية I broke كسرت my leg أصلها break الهد أصلها have أو has لكن إذا يتكلم عن my dad يعني has رجوع لدرس have will had we were we are هذه الأشياء تنحفظ ما لها قاعدة تنحفظ حفظ challenge time وقت تحدي can you ask a question هل تستطيع سؤال what happened to you yesterday ماذا حصل لك بالأمس أؤكد أنكم ترجعون لقاعدة الماضي البسيط عشان تفهمون تركيب القاعدة مضبوط what happened to you yesterday ماذا حصل لك بالأمس أقدر أقول what happened to you last week الأسبوع الماضي what happened to you last month الشهر الماضي what happened to you last year السنة الماضية I won a table tennis game by twenty one two three فزت في تنس الطاولة واحد وشرين مقابل ثلاثة congratulations congratulations تهانينا مبروك can you listen to the answer and then make a comment تقدر تسمع الجواب وتعلق congratulations congratulations تهانينا so did I so did I وكذلك أنا how nice how nice نقول هذا التعبير لما نعبر عن شعورنا بأن الشي جميل أو عجبنا sorry about that sorry about that آسف لذلك نقول هذا شي لما نحب نواسي أحد مثلا خسر أو شي how scary how scary له من شيء مخيف لما نسمع يعني رصة أو شي يعني ونقول عن شعورنا أوش كثر يعني خوف وكذا إذن فهذا الدرس I can talk about a good or a bad things that happened to me in the past أقدر أتكلم عن شيء حصل لي في الماضي quickly make comments about what happened in the past أقدر أعلق طبعا عن شيء حصل في الماضي مثل أخذنا في التعليقات هذه السريعة grammar in action طيب I want طبعا grammar للأفعال أو الأشياء الفعلية I want we want you want you want he she want they want إذن كل الأفعال كل الضمائر رح تاخذ الفعل بدون أي تغير ما رح يتغير الفعل نرجع لقاعدة الماضي البسيط ونفهمها كامل listen and chant past tense irregular verb chinks طبعا هنا كلها irregular verb lost lost I lost I lost a tennis match won won we won a football game got got I got 200 points in a computer game حصلت على 200 نقطة في ألعاب الكمبيوتر was was كان I was sick كنتو مريف made made I made a tree house صنات منزل الشجرة saw saw رأى أو رأيت I saw a rainbow رأيت أوز المذر caught caught I caught a big fish قصدت سمكة كبيرة أو حصلت على سمكة كبيرة had had we had a cake حصلنا على كاك broke broke I broke my glasses كسرت مضبارتي where where we were happy كنا سؤداء listen and practice then do it in pairs irregular when هذه اللي أقول لكم عنها irregular verbs verbs هنا الأفعال على حقيقتها الأصلية وبعدين هنا الأفعال كيف صارت irregular verbs أو كيف تحولت when تصير one lost يخسر lost خسرة get يحصل got حصل when يفوز one فاز am is تصير was كلها بمعنى كانة تصير was هذه تجي I am هنا he is she is it is I was he was she was it was make رح تصير made يصنع صنع see يرا saw رأى يصطاد أو يحصل code حصل أو استعد have أو has لدي أو لديهم رح تصير had had كان لديهم break كسرة broke break يكسر broke كسرة are يكون where كان challenge time verb game can you write and to play the verb game and beat a partner verb game one practice was had made got caught saw lost broke where كلها العاب هذه تلعبونها بالفصل I can say the past form of six irregular verbs اكدر اصوي irregular verbs من ستكال افعال اكدر اقولهم say two sentences using past tense irregular verbs اقول جملتين باستخدام irregular verbs طبعا تكون في الماضي reading and writing القراءة والكتابة my brother richard اخي richard my brother richard went to the cupboard to find something to eat but when he got there but when he got there the cupboard was bare and so he had nothing to eat he went to the grocery to buy some fruit and milk but when he came back he was holding an empty brown bag poor richard he was holding an empty brown bag لقى ان الكيسة فارغة poor richard يا لريتشارد المسكين هنا عندي كلمات change the verb tense went ذهب got حصل was had had went ذهب came رجع او عاد was وطبعا هنا عندي الكلمات goes gets is has goes comes is كل كلماتين عندي في الماضي وهنا في الحاضر challenge time what did they cook ماذا يطبخون listen to the chant and circle the words can you say what they cooked طبعا هذي استماعية من المعلم وبعدين انتو تحوطون على الكلمة اللي راح تسمعونها we had some meat او راح يقول we had some chicken but we didn't have any cheese oh but we didn't have any butter we had some tomatoes or salad but we didn't have any macaroni or bread we had some carrots or onions but we didn't have any potatoes or apples we had some rice or flour but we didn't have any eggs or oil we had some juice or milk but we didn't have any mustard or ketchup mustard خردل ketchup ketchup milk حليب juice عصير oil zayt eggs bayt flour طحين rice arroz apples tuffah potatoes patata onions basal carrots jazar bread khubz macaroni macaroni salad salata tomatoes tomatom butter zubda cheese chicken djaj meat lahm comment on the chant 1 I think it's boring, interesting, funny, easy, difficult هذه التعبير عن رأيك أو شعورك أو الشيء تجاه الشيء مثلا I think it's boring I think it's interesting I think it's funny, easy, difficult, difficult, صعب كل هذه الصفات أقدر استخدمها في التعبير إذن في هذا الدرس I can read and write the my brother Richard chance أقدر أقرأ وأكتب my brother Richard chance and show that my brother in the past or present في الماضي وفي الحاضر في الجمل في الماضي أو الحاضر and add my own pictures أقدر أضيف الصور الخاصة فيني اللي باختياري use some and any in sentences and write a new chant أقدر أستخدم some أو any طبعا الفونيكس من الأشياء الضرورية لازم تعلمونها عندي حرف F F like frog F F Frag PH تنطق أحيانا F نفس ال F مثل Foon Foon G H تنطق أيضا فا أحيانا في بعض الكلمات مثل laugh laugh listen and circle F or PH or GH then complete the words طبعا عندي هنا كلمات وأختار وش والحرف اللي مناسب لها friends F friends هنا photo photo photos صورة PH elephant elephant PH laugh GH laugh تحفظون كلمات مثل ما هي enough enough don't laugh enough يعني يكفي laugh يعني يبحك don't laugh I know it's tough I know it's tough but it's lots of fun but it's lots of fun enough enough يكفي don't laugh لا تضحك I know it's tough أعلم أنه صعب but it's lots of fun لكنه ممتع جدا enough photo funny راح توضفون هالكلمات في الجمل عشان تعرفون إذا أنتوا فهمين أو لا لا شكرا لا أريد المزيد لا شكرا لا أريد المزيد it's enough يكفي it's a فراغ story it make me laugh it's a funny story قصة مبحكة لأنها تجعلني أبحك can I see your photo أقدر أشوف سورك you look really cool شكلك خطيف advice time every day of your life is a page of your history كل يوم من حياتك هو صفحة من تاريخك challenge time he saw me لقد رآني he saw you he saw her رآها he saw you رآك أو رآكم he saw him رآه he saw her رآها he dropped us he dropped them هو يقود يقود يقودنا أو هو يقودهم read what محمد wrote about his day قرأ ماذا كتب محمد عن يومه yesterday we went to an adventure park our father drove us there yesterday we went to an adventure park ذهبنا إلى حديقة المغامرات بالأمس ذهبنا إلى حديقة المغامرات our father drove us there طبعا أبونا أو أبينا هو اللي ذهب بنا إلى هناك أو أبوهم ودهم يعني my sister and I saw some friends from school and played with them أختي وأنا شفنا بعض الأصدقاء من المدرسة ولعبنا معهم ثم ذهبنا وركبنا مع عائلتنا أو والدين والدين ما كانت بواحد لذلك جاب لها آيس كريم لذلك جاب لها آيس كريم وعدنا أنه رح يأخذنا الأسبوع الجاي لا أستطيع الانتظار تقدر تعيد الكتابة عن يوم محمد هل ترغب على حديقة المغامر المزيجين بعض الأصدقاء من المحلم على هدوه بسواق سريم هنا المطلوب مثلا محمد هنا قال يترغب على حديقة المغامر وحدينا أبونا أخذنا إلى هناك هنا التغيير اش صار؟ صار قلنا Their father أبوهم أخذهم them there هنا لازم ترجعون لضمائر الملكية عشان تفهمون الدرس محمد and his sister محمد وأخته سعوا إلى آخرة المطلوب هو تغيير الضمائر إذن في هذا الدرس I can say read and write words with F, PH and P and GH أقدر أقول كلمات وأقرأها اللي فيها F, PH, GH read and rewrite a short text using me, you, him, her, us, them أقدر أغير الكلمات باستخدام me, you, him, her, us, them يعني أعيد صياغة القصة أنتهت الوحدة الثانية أتمنى أنكم استفدتوا واستمتعتوا لا تنسون الاشتراك في القناة وأيضا مشاركتها مع المهتمين وتفعيل جرس التنبيه واللايك والتعليقات تسعي دنيا